هنا بين هذه الربوع من محافظة كربلاء يبدأ المزارعون صباحهم في محطة بركات أبي الفضل العباس عليه السلام مع الأغنام يرعونها ويقدمون لها جل اهتمامهم لإكثارها وتطويرها وبذلك تعود بفائدة مجتمعية فيعتمدها الإنسان كغذاء له لما تحتويه من عناصر غذائية مهمة بدأنا برعي الأغنام داخل البقايا المحاصيل اللي معروف بالجلة أو التبن والأعلاف الخشنة والحمد لله الأغنام اللي عندنا اللي ترعى من الأصناف العواسي والنعيمي والحمداني والكراكول وغيرها من الأصناف المحلية الأخرى اللي تكون ذات إنتاجية عالية وخصوصا في هذه الفترة أنه نركز على عملية الرعي وعملية الاستفادة من الأعلاف خصوصا من الأعلاف الطبيعية لهذا الموسم هو موسم إنتاج الولادات أصناف مختلفة من سلالات عراقية تعيش وسط حضائر مخصصة تتغذى على المحاصيل العلفية التي يتم زراعتها في مزارع المرشات المحورية فضلا عن تغذيتها من البقايا الزراعية للمحاصيل الاستراتيجية في المزارع ذاتها بعد موسم الحصاد المشروع قسميا قسم أعلاف خضراء فقط تترك أعلاف خضراء يعني من بداية الموسم إلى نهاية الموسم والقسم الآخر هو محاصيل إنتاجية الأعلاف الخضراء يتم إطلاق الأغنام بالأرض بشكل مباشر بدون ما استفاد منها كقاضية إنتاجية أما المحاصيل المتبقية لمحاصيل إما الحنطاء أو الشعير بعد الانتهاء من الحصاد ورفع المخلفات إلى مخازن الأعلاف ما تبقى من المحصول داخل الأرض يمكن الاستفادة منه أيضا بإطلاق الأغنام بشكل مباشر بالرعي بداخل هذه الأرض محطة بركات أبي الفضل العباس عليه السلام لتربية الأغنام تعد واحدة من المشاريع الاستراتيجية التي تطل من خلالها العتبة العباسية المقدسة لخدمة المجتمع من حيث مساهمتها في تنمية الثروة الحيوانية في البلاد وتحقيق الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي من لحوم الأغنام وبأسعار مدعومة تقدم للمواطنين فضلا عن توفير فرص عمل للمختصين بهذا الجانب ترجمة نانسي قنقر